محاكمة جماعية جائرة لمواطنين بحرينيين تفضح مجددا نموذجا من انتهاكات القضاء البحرينية لحقوق الإنسان وفي التفاصيل نشر خمسة خبراء من الأمم المتحدة قطابا يتعلق بالمحاسبة الجماعية الجائرة لمائة وثمانية وثلاثين مواطنا بحرينيا لتوروتهم المزعوم في خلية إرهابية دعتها الحكومة باسم كتائب ذو الفقار وعمد الخبراء إلى تسمية عشرين مواطنا من أصل المائة وثمانية وثلاثين بأسمائهم ووصفوا نمطا من الانتهاكات يتضمن الاعتقالات التعسفية وغير القضائية والاختفاء القصري وتمييز الديني والحرمان من الوصول إلى المحامين والتعذيب وقمع الاعترافات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان حقيقة هي محاكمات تخالف القانون الدولي الإنساني تخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد أقر في تقرير الأمم المتحدة أن كانت السلطات تقول هذه تصرفات فردية للضباط ولكن الضباط البحرينيين وهم ليسوا أصلا وإنما من المجنتين يأتيهم التعليمات ويقومون بعمليات التعذيب لانتزاء اعترافات غير حقيقية ومفبركة وكجزء من العمل المنتظم لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB في تلقي المعلومات من الأفراد وتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة تلقت المنظمة معلومات ووافقت على تمثيل عشرين متهما في هذه القضية وبدورها رحبت المنظمة بتعليقات خبراء الأمم المتحدة وحثت السلطات البحرينية على التحقيق في جرائم التعذيب والمعاملة السيئة الأمم المتحدة وهذه مؤسسات المجتمع المدني قد فضحت انتهاكات النظام البحريني والكل يتحدد عن انتهاكات النظام البحريني والمنظمة حقوق الإنسان الدولية تحدثت عن ذلك كثير من القتاب والمفكرين في المجتمع الدولي تحدثوا عن هذه الانتهاكات إن قضية كتائب ذو الفقار تظهر وجها من أسوأ الممارسات التعصفية التي ترتكبها الحكومة البحرينية وبالنظر لعدد المدة عليهم الذين أبلغوا عن التعذيب وسوء المعاملة يظهر جليا أن الحكومة تختبئ خلف خطاب مكافحة الإرهاب لتنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وبالخطاب الذي وجهه خبراء الأمم المتحدة سيدرك المجتمع الدولي نطاق انتهاكات النظام الخليفي من جهة وستعي الحكومة البحرينية بأن المجتمع الدولي لا تخفى عنه جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر